فيما يخص الحد من حركة المواطنين وكل الإجراءات اللي خدناها في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة عشان يمكن الحقيقة هناك مجموعة من النقاط الهامة اللي حابب إن أنا أتوجه بيها إلى المواطن المصري أولا يمكن أنا حابب إن أنا أتوجه لكل المواطنين على الالتزام إلى حد كبير بالقرارات اللي أخدتها الحكومة ودي الحقيقة يمكن اللي مكنت كل أجهزة الدولة إنها الحمد لله إنها تحقق جزء كبير جدا من الانضباط في الشارع المصري ويكون هناك التزام فعلا بتطبيق قرارات حظر الحركة وتقييد الحركة وإحنا كلنا مقدرين إنه على الرغم من إن هذه القرارات بتبقى صعبة على طبيعتنا كمواطنين إن إحنا يعني نلتزم بيها لإنها بتحد من حركتنا ولكن بالتأكيد كلنا نعي إن هذه المنظومة الدولة مسؤولة عنها بصورة كبيرة عشان صحة وسلامة المواطن المصري وكمان إن المواطن ابتدى يشعر إن هذا الموضوع وهذه الإجراءات كلها بتصب فيه صالح الحفاظ على صحته وحياته ودي اللي هي يمكن تهمنا فيه المقام الأول بصورة كبيرة جدا ويمكن في هذا الصدد أنا حابب إن أنا أوجه شكر خاص لكل أجهزة الدولة اللي بتتعاون معانا في هذا الموضوع وزارة الحياة الداخلية ورجال وزارة الداخلية في يعني وقفهم على كل الأكمنة وعلى كل الأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها النهاردة كل أجهزة الدولة الحقيقة بتشتغل على قدم وصاق يعني رجال قوات المسلحة وأعمال التطهير المستمرة والتعقيم لكل المناطق العامة والمصالح والمباني الخاصة بالدولة فالحقيقة يمكن هناك كل منظومة النهاردة الحمد لله بنقدر إن إحنا كلنا كأجهزة دولة بنتعاون في اتصال يومي مع كل المؤسسات الكبيرة والأجهزة الكبيرة علشان نضمن انسيابية العمل وعدم تأثر حياة المواطنين بكل الإجراءات اللي هي الاستثنائية اللي احنا عارفين إنها النهاردة موجودة وتحكمنا وكلها في سبيل مصلحة حياة المواطنين المصريين أنا حابب أيضا إن أنا أوجه شكر خاص للإعلام لأنه الحقيقة يعني تحمل المسئولية بصورة كبيرة جدا في الإسبوع اللي فات في زيادة الوعي ويعني تكثيف الحملات اللي موجودة في كل وسائل الإعلام للمواطن المصري بأهمية التزام بالإجراءات اللي الدولة أخدتها وإن زي ما الدولة النهاردة بتحاول إنها تطلع بمسئوليتها وبتاخد الإجراءات الكتيرة اللي خدناها علشان نحافظ على صحة المواطنين المواطن أيضا عليه مسئولية إنه هو يلتزم بهذه القرارات والحقيقة يمكن أنا حابب أتكلم في هذه النقطة النهاردة بعد مرور الإسبوع الأول من اتخاذ هذه الإجراءات الإسبوع القادم يعني الحقيقة إسبوع مهم جدا 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 إن إحنا نستمر في تنفيذ كل الإجراءات اللي إحنا واخدينها على الأرض ويمكن هنا أنا بحب إن أنا أوجه رسالتي للمواطن المصري مرة أخرى يعني أنا يعني بأهيب بيك وأرجوك إن إحنا نلتزم كل الإلتزام باستمرار تطبيق الإجراءات اللي إحنا أخدناها كدولة واللي إحنا بناخدها النهاردة وبنتعامل بيها لإن دي فعلا بصورة كبيرة جدا حتؤثر على السيطرة على الأرقام الإصابات بهذا الوباء اللي موجود النهاردة واللي منتشر وإن شاء الله ما يقودناش في مصر إلى إن إحنا نرى يعني لقدر الله أي سيناريو من السيناريوهات اللي إحنا شايفينها في عدد من الدول اللي حوالينا أو الدول اللي موجودة في العالم يعني الأرقام النهاردة بقت ممكن بعشرات الألاف في اليوم الواحد ممكن إنه يبقى فيها إصابات بخلاف طبعا بضع مئات من الوفيات إحنا يمكن الحقيقة من وقت إجراء هذه القرارات في اجتماعات مستمرة مع كل الجهات عقدنا مجلس المحافظين مرتين في إسبوع واحد بنتابع مع السادة المحافظين على الأرض الموقف بالكامل من خلال تطبيق قرارات الحزر توافر السلعة التموينية توافر مستلزمات المستشفيات وكل الكيانات الطبية توافر أن نتطمن من كل محافظة على الموقف اللي فيها والحمد لله يعني الحقيقة في أغلب المحافظات حتى فيما يخص المرض الحمد لله الأمور تمشي بصورة جيدة جدا 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 التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا ويمكن هنا أنا بخاطب أهلينا هم في الغرفة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الحضرية الكبيرة زي مثلا على سبيل المثال أو بورسعيد مهم جدا جدا في خلال الأسبوع القادم أن احنا نلتزم بأقصى قدر ومعنش ونزود شوية يعني بالمقارنة بقية المحافظات الأخرى لأن هو ده التخوف أن احنا عندنا كسافات سكانية كبيرة جدا في هذه المناطق احنا يمكن في بعض المحافظات اللي ليها ظهير ريفي وبعض القرى اتخذنا إجراءات فيما يخص الحظر أو يعني نوع من غلق هذه القرى عشان نحصر المرض اللي كان موجود في بعض الأعداد والحمد لله ده حقق يعني شيء إيجابي كبير جدا جدا على الأرض لكن الكلام ده بيبقى من الصعوبة بمكان تطبيقه في المحافظات الحضرية والمدن الكبيرة لأننا مش هقدر النهار ده في الأحياء أو في الشوارع لمجرد أننا عندي بعض الإصابات اللي موجودة فيها الحل الوحيد هو التزامنا كمواطنين بتطبيق الإجراءات اللي الدولة النهار ده بتقول عليها لما بنتكلم على عزل في المنزل لابد من الالتزام بتطبيق العزل في المنزل وده نقطة مهمة جدا يعني الحقيقة بتؤثر على انتشار المرض وسرعة يعني انتشاره في هذه المناطق وهو ده يمكن الهاجس اللي احنا كلنا كنا بنتكلم فيه هو المناطق الخاصة بيه اللي فيها تكسافات سكانية كبيرة اللي محتاجين أن المواطنين يكون أكثر التزاما وحيطة في هذه المناطق الحقيقة مجلس الوزراء أيضا كان بيتابع كل على الأرض كل المنظومة اللي بتحدث على الأرض تم التأكد من توفر كل السلع التموينية وأنا عايز أأكد على يعني أطمن السادة المواطنين أن احنا عندنا الحمد لله أرصد النهاردة من السلع الأساسية على مستوى الجمهورية لا تقل عن ثلاث أشهر وفي بعضها بيصل إلى خمس وستة أشهر كمان فبالتالي احنا الحمد لله يعني الخطة بتاعتنا ويمكن كان تكليف سيادة الرئيس أن احنا كمان نزود من توفر هذه السلع في خلال المرحلة القادمة وبالذات أن احنا داخلين على شهر رمضان المعظم إن شاء الله كل سنة وحضركم طيبين وبإذن الله أن يبقى عندنا حتى احتياطيات من السلع تكفي من ستة شهور في كل السلع الرئيسية اللي الدولة محتاجاها وده كله علشان يبقى المواطن ما يشعرش أن في وجود نقص من أي شيء والحمد لله إحنا على الأرض بنتابع مع كل المحافظين موقف السلع دي وتواجدها في الحقيقة على مستوى كل المنافذ الموجودة في المحافظات منذ قليل الحقيقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت والحقيقة كان معانا برضو الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والمسؤول أيضا من الناحية الطبية معانا كخبير في التعامل مع هذا الفيروس والحقيقة يمكن اللجنة يعني معالي وزيرة الصحة عرضت أيضا التغير اللي ابتدى يحصل فيه يعني أرقام وتحليلات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وابتدت إنها بتنسب أعداد الإصابات وأيضا أعداد الوفيات مش فقط كعدد رقمي أو رقم ولكن بتبدأ تنسبه لعدد السكان وده تغيير ابتدى يحصل في الأيام القليلة الماضية عشان يبدأوا يضعوا نظرة واقعية لحجم انتشار المرض فيمكن إحنا النهاردة يمكن تبقى لآخر الأرقام اقترب يعني الرقم الإصابات النهاردة أو يمكن حيبقى بيتجاوز المليون إصابة على مستوى العالم في خلال الفترة الحالية أو النهاردة أو يمكن بكرة على الأكثر إحنا الحمد لله في مصر وتبقى الأرقام الأخيرة حتى لغاية النهاردة إحنا بنتكلم في يعني يمكن تمنمية وستين إصابة أو تمنمية وخمسين إصابة بالضبط هم دول اللي موجودين على مستوى جمهورية مصر العربية دول لما نيجي نسيبهم لعدد السكان اللي هو المئة مليون طبعاً يبقى الحمد لله إحنا مصر بتعتبر ما زالت في المرحلة المتوسطة وإحنا لسه الحمد لله وربنا يحفظنا ويسلمنا ما زال بعيدين عن المرحلة الخطرة أو المرحلة التالتة اللي إحنا كنا كلنا بنتخوف منها اللي هو استفحال وانتشار المرض وبالتالي يمكن مع مراجعات اللي اتعملت بتنسيب الأعداد المرضى لعدد السكان مصر الحمد لله ما زالنا في مرحلة المرحلة المتوسطة اللي النهاردة بتلقي علينا عبء مهم جداً كحكومة وكمواطنين إن إحنا كلنا مع بعض نتكاتف عشان نفضل محافظين إن إحنا موجودين في هذه المرحلة الموضوع النهاردة الطبيعي إن الأرقام على مستوى اليوم هتبدأ تتزايد إحنا الإسبوع اللي فات كان المتوسط ممكن في التلاتينات أو الأربعينات الإسبوع ده حيبقى المتوسط في ما بين الستين إلى السبعين أو التمانين ممكن حيبقى الإسبوع الجاي ممكن أكتر شوية كل ده ما يقلقناش لإن طالما مازال في المنحنة التدريجي أو التصاعدي المتدرج ده ما يقلقناش في أي حاجة القلق الشديد حيكون إن إحنا فجأة نفاجأ إن هناك أعداد بالمئات ببضعة المئات حتى بالألاف في يوم واحد حتبقى دي هي الخطورة الحقيقية اللي إحنا لا نريد إن شاء الله إن مصر تنزلق إليها موضوع ده مرتبط بإيه؟ بكل الإجراءات الاحترازية اللي إحنا النهاردة بناخدها وأيضا وأنا بقلقها مرة واثنين ومليون التزام المواطنين المصريين الحقيقة يمكن الإسبوع اللي فات برضو كان هناك بعض يعني الرصد لبعض الحاجات اللي يمكن كان أثارت بعض الانتقاد سواء التزاحم مثلا في الوسائل النقل الجماعي إحنا تعاملنا عليها على طول ما ده كان في أول يوم حظر اتعاملنا عليها بسرعة جدا وابتدينا مع الساد وزير النقل نوفر أعداد أكبر من السيارات عشان نتيح للمواطنين إن هم عندهم الفرصة ما يبقاش فيه تزاحم على وسائل النقل الجماعي ودي يمكن عايز نقطة هي مشكلتنا وثقافتنا كمصريين إحنا عارفين إن إحنا الحظر بيبقى الساعة سبعة كلنا نيجي لغاية آخر لحظة وعايزين نبقى يعني نركب المواصلة الساعة ستة ونص أو الساعة ستة وربع عشان يعني نستفيد بأطفال من الوقت اللي هو لغاية وقت الحظر بينما إحنا من الوارد جدا النهاردة إن إحنا نقدر إن إحنا نوزع نفسنا كل واحد احتياجاته الحقيقية للوجود في الشارع إنه هو مش شرط إنه هو يفضل لغاية آخر وقت علشان يقدر يركب المواصلة العامة ومع ذلك الحقيقة ووفرنا رحلات إضافية كبيرة جدا نحن نقل القطارات وحلينا الموضوع ده حتى بالنسبة للقطارات اللي ممكن إنها تكون بتصل إلى أماكن وصلها كمحطات بعد ساعات الحظر بقى فيه تنسيق مع الدخلية وزارة الدخلية إن إزاي نحرك المواطنين بعد ما يوصلوا ويقدروا إن هم يعودوا إلى أماكن سكنهم بصورة آمنة من غير ما يبقى فيه أي مشكلة الحقيقة يمكن كمان يمكن أنا حابب أوثير نقطة مهمة جدا استعداداتنا الحقيقة يمكن النهاردة نقشنا في لجنة الأزمة التنسيق الكامل ما بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعية والنهاردة يمكن الحقيقة بتوضع خطة كاملة النهاردة علشان الحمد لله وزارة الصحة النهاردة يعني أكبر بكثير جدا 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 من الأعجاب ولكن النهاردة تحسبا ودائما عشان نبقى مستبقين تم النهاردة وضع خطة تنسيقية إن إحنا نبدأ ندخل معنا بعض من شفايات الجامعية في أداء مجموعة من الخدمات اللي تتعلق بمكافحة هذا الفيروس عشان يبقى هناك منظومة كاملة بكل البنية الأساسية الكبيرة اللي موجودة النهاردة في الدولة إن احنا نستفيد منها أقصى استفادة ممكنة بحيث يبقى عندنا على طول في كل محافظة وفي كل مكان عندنا مجموعة كبيرة ومزيد كبير من المستشفيات والأماكن اللي النهاردة تقدم كل الخدمات للمواطن المصري على أحسن مستوى بإذن الله أيضا يمكن الحقيقة مبادرة يعني مشكورة من السيدة وزيرة الصحة النهاردة إن حتى في أماكن العمل طانع وأيضا مواقع العمل والإنشاء معالي الوزيرة وجهت إن حنبدأ نستغل عدد من السيارات هيصل إلى ألف سيارة متنقلة هتستخدم كعيادات صحية هتبقى موجودة في هذه المواقع عشان تقدم خدمات طبية للعملين اللي موجودين عشان يبقى يعني لا قدر الله لو في أي أعراض ظهرت على أي حد تكون هذه النوعية من العيادات المتنقلة موجودة عشان تبدأ تاخد الإجراءات على طول الفورية لأن زي ما قلت لحضراتكم همنا الأساسي هو صحة المواطن المصري والتأكد إن شاء الله يكون وجود هذا المرض والبوباء في الإطار اللي هو إحنا موجودين فيه النهاردة ولا يزيد ولا إن هو يتطور إلى سيناريوهات قاتمة زي اللي بنشوفها في عدد من الدول الأخرى الحقيقة أيضاً يمكن أنا كنت حابب أتكلم على أحد التحديات اللي احنا بنواجهها كدولة في هذا الموضوع في الفترة الأخيرة إحنا يمكن كان توجيه سياد الرئيس إن إحنا المواطن المصري في أي مكان إن إحنا نصل إليه وإن إحنا نضمن سلامته وأمنه وعشان كده كان هناك على الرغم من إحنا عملنا حظر وتم إغلاق المطارات ولكن كان القرار الدولة إن إحنا يعني نرجع ونعيد العالقين من المصريين والإخوة المصريين اللي كانوا موجودين في العديد من الدول إن هم يعودوا وده تم تسيير بالفعل عدد كبير من الطائرات وتم إرجاع عدد كبير من المصريين وهنا يمكن أنا عايزة أتوقف عشان ده للتوضيح للمواطنين كلهم ما هو تعريف العالق لأن هناك اختلاط وخلط كبير في هذا الموضوع العالق ده اللي هو كان مواطن موجود هنا على الأرض مصر واضطر إن هو يسافر سواء في مهمة عمل في دورة تدريبية لفترة زمنية معينة كان بيسافر إن هو رحلة علاج في الخارج حتى لو رحلة سياحية في الخارج وإن هو اضطر إن هو المدة بتاعته اللي خلصت ولازم يرجع هم دول اللي هو يعني بنعدهم من العالقين لأن دول اللي كان لازم النهاردة دول ملهمش إقامة في الدول اللي هم كانوا مسافرين فيها ودول لازم يرجعوا إلى مصر وبالتالي كان دورنا المهم إن احنا نرجع كل أولادنا وأبناء اللي الموجودين في الدول دي بغض النظر ونعدهم وده تم وبيتم على الأرض منذ حتى لما خدنا قرار إيقاف الطيران وكان بيعدي وبيوصلوا هنا في مصر ويبدأ تاخد وزارة الصحة كل الإجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية اللي بتتاخد هي إن المفروض بيتم تكشف عليه هنا ويتعمله تحليل سريع وبعد كده بيطلب منه إنه يبقى في منزله ما يطلق عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوم للأسف وده اللي رصدناه في الإسبوعين اللي فاتوا وأنا بقولها بمنتهى الشفافية والوضوح إن لم يكن هناك التزام كامل بهذا الموضوع وبالتالي وأعيز هنا أكد إن هناك لما بيجي بنكشف عليه في المطار هو بيبقى كشف لحظي مش معنى كده إن إحنا بالكشف ده إنه هو بقى كده خالي من الإصابة لإنه وارد إنه يكون حامل للفيروس وما بيظهرش عليه أي أعراض تظهر عليه بعدها بأيام عشان كده كان لما بنقول نقعد 14 يوم لإن دي فترة حضانة الفيروس اللي لو عنده إصابة حتظهر عليه في هذه الفترة للأسف عدد من المصريين أبنائنا اللي رجعوا لم يلتزموا بهذا الموضوع ونتيجة لكده حصل انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين اللي رجعوا من الخارج وعشان كده كان يمكن القرار إن إحنا ننهي هذا الموضوع بأسرع وقت ونقفل على هذا الموضوع لكن قبل ما كنا ناخد هذا الإجراء كان هناك عدد لما بتدينا نصعر إنه هناك مشكلة من هذا الموضوع كان التوجيه من المجموعة الخبراء الصحيين ومن السيدة وزيرة الصحة بإد لابد إن إحنا طالما إن بعض الناس ما بتلتزمش يبقى خلينا إحنا اللي نطبق العزل بنفسنا وبدأنا من خلال اليومين اللي فاتوا إن إحنا يمكن حتى كدولة يعني أنا عايز أقولها بمنتال أمانة لم نضع أولادنا في معسكرات أو في أماكن على مستوى يعني ممكن إن هم يقولوا يعني إن ده مستوى غير لائق إحنا وضعناهم في فنادق محترمة جدا ويمكن هناك كان التوجيه من السيد رئيس الجمهورية بإن حتى يعني بالرغم إن إحنا كدولة وأنا بقولها لم نكن ملزمين بتحمل الإقامة ولكن السيد الرئيس كان توجيهه إن الدولة تتحمل إقامتهم فترة العزل فإحنا أنا بس حابك إن أنا كنت أوضح هذا الموضوع وإحنا خدنا كل الإجراءات في هذا الشأن وكان ترتبات هائلة بتتعمل على مدار الساعة واللحظة علشان نقدر إزاي نحدد الأماكن الإقامة الحركة بتاعت الأهلين اللي جايين دول وبينزلوا إزاي من الطيارة ونحركهم في إتوبيسات وترتبات كثيرة جدا 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 كل أجهزة الدولة شغال عليها عشان في الآخر كل هدفنا الوحيد نتطمن عليهم ونتطمن إن هما ما يعدوش لقدر الله أي حد تاني سواء من قريبهم أو من معرفهم وهي دي كانت النقطة اللي أنا أحابب إن أنا أركز عليها إحنا الموضوع ده يعني إحنا أغلقنا بالكامل تقريبا خلاص كل العالقين لإن تاني مرة أنا بأكد تعريف العالق بالنسبة لنا هو اللي أنا قلته لإن هناك بعض المواطنين اللي هو ممكن كان يبقى مقيم في دولة من الدول وعايز إن هو يرجع الوضع هنا مختلف لإن طبعا إحنا لدينا ملايين المصريين اللي موجودين في كل أنحاء العالم قدراتنا النهاردة علشان النهاردة نقدر إن إحنا نرجع كل هؤلاء الناس يعني من الصعوبة بالمكان وبالذات إن كل الدول النهاردة أفلى حركة الطيران وقدرات النهاردة على استعاب التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من الاستحالة بمكان إن إحنا نقدر إن إحنا نستقبل هؤلاء المواطنين اللي ممكن يكونوا راغبين اللي هما مقيمين في دول وراغبين إن هما في العودة محتاجين لازم فترة نتوقف فيها النهاردة وإحنا بالفعل رجعنا الغالبية العظمة خلاص من العالقين إحنا محتاجين بقى فعلا بنوقف تماما علشان نطمئن إن كل اللي رجعوا دول ما فيش أي مشاكل وبإذن الله تعدي الفترة الجاية على خير مرة أخرى أنا حابب أأكد الفترة الجاية والإسبوع الجاي الإسبوع التاني من تطبيق القرارات علشان نستمر في المعدلات المتوسطة اللي بتحصل وارد تاني زي ما بقول لحضراتكم كأعداد أو كأرقام ممكن نلاقي بكرة الرقم أعلى شوية الإسبوع الجاي حيبقى الأرقام اليومية ممكن تبقى أعلى ولكن الحمد لله ما زالت في الحدود الآمنة اللي تخلي إن مصر ما زالت في المرحلة المتوسطة بنراهن على إيه؟ بنراهن على وعي المواطن المصري أرجوكم أرجو عدم الاستخفاف ولا الاستهتار الموضوع محتاج مننا نستمر على الالتزام بكل الإجراءات اللي احنا بناخدها كلنا مع بعض وإن شاء الله ربنا يسلم ويحفظ مصر إن شاء الله وبشكر حضراتكم شكرا شكرا